اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية تؤدي مساعدة وزير خارجي الأمريكي بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت زيارة إلى تونس تلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي والحاجة إلى عمليات إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل مختلف الأطياف التونسية تثير هذه الزيارة التساؤلات بشأن نوايا واشنطن وبحثها عن موطئ قدم في المشهد السياسي خاصة وأن زيارة لامبرت تأتي في خضم سلسلة زيارات الأمريكية متكررة إلى تونس ومتقاربة في الزمن أيضا مستشارة وزير الخارجي الأمريكي تزور تونس في عين أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تشيئ المصادر بين المبعوثة الأمريكية ستلتقي مسؤولين تونسيين وشخصيات مدنية للتأكيد على ضرورة الإصلاح السياسي ودعم الديمقراطية زيارة متتزامن وتأكيدات تونسية متتالية لضرورة استقلالية القرار الوطني عدم الانحياز وحرقة عدم الانحياز هي من ثوابتنا ولا تزال إلى الحد اليوم من ثوابتنا بناء على سيادة الدولة في الخارج وبناء على سيادة الشعب في الداخل ويرى متابعون العلاقات الأمريكية التونسية شبه بعض الفطور في الأشفر الأخيرة بسبب ما يراه البعض انفراد الرئيس سعيد بصنع القرار فيما يذهب آخرون إلى أن السياسة الخارجية التونسية تسعى إلى مجارات التغييرات الدولية بما يخدم مصالحها وأمنها القومي هو يأتي في إطار الاستراتيجية الجيوسياسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شغل أوسط وشمال إفريقيا أمريكا اليوم في إطار النظام الدولي الذي يتولد وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية هناك استفاف بما تسمي أمريكا للمناصرين للديمقراطية الليبرالية أمام أعداء الجدد وهما الولايات المتقل وهم روسيا والصين الذين يريدون التأسيس لأنظمة سياسية جديدة منها أنظمة سياسية ديمقراطية ليست ليبرالية بل هي ديمقراطية لنقول بين ظفرين جرامشيا ربما لا يذكر الكثير هذه الصورة التاريخية في مؤتمر باندونغ بين الرئيس لحبيب بورقيبة والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أحمد بن بلة هذا وتؤكد الدبلوماسية التونسية على التشبث بثوابتها بعدم الانحياز مع الانفتاح على الجوار العربي بوصفه مجالها الحيوي والشارك الأمني والاستراتيجي الأكثر قربا لتونس جغرافيا وتاريخيا إذن تشهد العلاقات الثنية تونسية الأمريكية بعض الفطور خاصة بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو السلطات التونسية تسعى إلى فرض الأمر الواقع على الفاعلين الدوليين عبر التشبث باستقلالية القرار الوطني بحسب متابعين بل المبروكة الغد تونس نرحب بضيفينا من تونس الدكتورة بدرة قعلولة رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية أهلا بك دكتورة والسيد صلاح الدين الجورشي الكاتب والباحث السياسي أهلا بكم ضيفانا أبدأ معك دكتورة قعلول إذن زيارات أمريكية متكررة ومتقاربة إلى تونس تحت أي إطار يمكن أن نضع هذه الزيارات ما الذي تريده واشنطن؟ أهلا وسهلا مرحبا بك إذن واشنطن ماذا تريد أو ماذا يريد الجماعة عندنا في تونس؟ وماذا يطلبون من واشنطن ومن التدخل الخارجي؟ وهم الذين يعني مزالوا يبكيوا ويشكيوا لي إلى أمريكا اللي في يوم من الأيام وفي 2011 يعني أسقطتهم على تونس وفرضتهم على تونس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني تجد نفسها تريد أولا عند فما مجموعة من النقاط يجب أن ندركها أن الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها بدول شمال إفريقيا وبالشرق الأوسط هي علاقة يعني حيمنة وسيطرة وليست شركات استراتيجية وهذا واقع يجب أن نقوله ويجب أن نعترف به جاءت 2011 وأسقطت علينا يعني دمارا شاملا وسمته ديمقراطية وحقوق إنسان وثورات وما إلى ذلك اليوم لما تونس بدأت تسترجع في السيادة الوطنية الجماعة يعني بدأوا وشفنا أحنا حتى زيارات الماراتونية يعني الأمريكية هي طبعا فما لوبي إخواني في يسمي نفسه يعني معارضة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ويسعى باش يجيب المجموعة ويستنجد بهؤلاء بالأمريكان مرة الكونغرس مرة فاعلين مرة كذا وفي كل مرة يستقبلهم السيد الرئيس قيس سعيد ويقول لهم حقيقة من يدعمون أو من جاءوا بهم حتى إنه حتى في المليارات فما مليارات فما جماعة دفعة مليارات باش يجيبوا أعظام الكونغرس الأمريكي باش يفرضوا علينا كالعادة ولكن استدموا بواقع جديد أراده الشعب التونسي ويجسده السيد الرئيس قيس سعيد هو أن تونس أصبحت لها سيادة وتونس يعني ليست تابعة لا لمحاور ولا إلى أي مجموعة معينة إنما تونس اللي تشوفوا سياستها الخارجية اللي تشوفوا يعني باش تعملوا صالح لبلادها وتحكم علاقاتنا التونسية ليست التبعية إنما المصالح الدولة التونسية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اللي جابتهم يجريوا المرة هذه هو زيارة لافروف إلى الجزائر والجزائر وعلاقتها الجيدة جدا مع تونس هي أن أمريكيا اليوم تسعى إلى لم المحاور وإلى جماعتها يعني كل يعني يلزم العرب أو يلزم مجموعة معينة أو دول معينة يلزمها تبقى تحت الهيمنة والسيطرة متاحة وتابعة للحلفة متاحة لأنه تعودت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل الدول وتدمرها وفما يدفع الثمن اليوم يعني بالنسبة لها تونس طبعا موقع استراتيجي شمال إفريقيا مصر مصر واضحة وسريحة في الأزمة الأوكرانية أو في العملية أو بما نسميها العملية العسكرية طيب سوف نأتي إلى هذه التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في العالم الآن موقفها واضح طيب معي ذات المتصف أعود إليك ما هيش واضحة واستيباني شمالية اليوم يعني كثفت زيارات سوف أعود إليك دكتورة أستاذ صلاح الدين الجورشي إذن ما نراه الآن هو تدخل لواشنطن في مزار الأزمة لكن ما هي نوايا واشنطن الفعلية إلى أي مدى ستتدخل ما عمق هذا التدخل في الأزمة التونسية هو لابد أن نشير في البداية إلى أن العلاقات التونسية الأمريكية علاقات تاريخية وأن تونس رهنت منذ البداية حتى من قبل الاستقلال على بناء هذه العلاقات ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتابع منذ أن حدثت الثورة في تونس في 2011 تتابع التطورات السياسية وكان واضحا قبل مجيء الرئيس قيس سعيد بأن هذه العلاقات لها أبعاد متعددة من بينها ولعل من أهمها من وجهة نظر الأمريكية للحفاظ على الاستقرار في تونس هو أن هذه الديمقراطية الناشئة تحتاج إلى دعم وأن لابد لها من قواعد ما فعله الرئيس قيس سعيد هو أن هذه القواعد غيرها أو غير بعض أسسها الرئيسية وهو ما أثار في البداية قلق الإدارة الأمريكية ثم تحول هذا القلق إلى أزمة هادئة صامتة ولكنها عميقة بين البلدين وهو ما جعل أن عدد من المسؤولين أو كبار المسؤولين يتوالون ويزورون تونس بشكل مكثف في الفترة الأخيرة للفت نظر الرئيس قيس سعيد بأن هناك جوانب لابد أن يراعيها وأن لا يسرع في اتجاه إلغاء مسار عشر سنوات من محاولات تأسيس هذه الديمقراطية الهشة ولكنها ناشئة في تونس وهي ديمقراطية تحتاج إلى تصحيح لكن رئيس قيس سعيد اختار بأن يحدث منعرج كبير في المجال السياسي ومن هنا تجد نفسها الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بشكل متواصل تمارس نوع من الضغوط على تونس ولكن ليست لوحدها ولكن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وإذا كانت الزيارات تقريبا متقاربة من جعل الولايات المتحدة هي من ترسي مبدأ الديمقراطية في الدول العربية يعني هذا الحقيقة راجع إلى مسألة تاريخية هم الأمريكان حتى لم يجيوا هم يريدون أن يساعدوا الرئيس قيس سعيد وأن يساعدوه على نجاح العملية السياسية في تونس والمحافظة عليها دون إزالتها لكن من خلال التجارب سيدي من خلال تجارب وتدخلات واشطن في الدول العربية لم نجد إلا الخرابة الذي أتى بعدها لكل أي دولة دخلت فيها سياسة الأمريكية لم نرى أي حل وربما الأمثلة كثيرة لدينا وكان أولها في حصة اليوم في برنامج اليوم هو الأزمة الليبية التي لا تزال تتواصل أعود للدكتورة بدرة قعلول الدكتورة بدرة هل تونس أو الأزمة في تونس بحاجة إلى الولايات المتحدة في إرساء الديمقراطية في البلاد؟ شكرا لك على هذا السؤال مهم جدا هل أن ديمقراطية الدبابات وديمقراطية الخوانة وديمقراطية عملائهم هل أن هذه هي ديمقراطية؟ تونس لا تحتاج إليهم أبدا ولا تحتاج إلى عملائهم وإلى شركائهم في تخرير بالبلاد تونس تحتاج إلى شعبها وإلى طاقاتها وهي تونس تعرف والله لو يعني الولايات في مرة سأسوا إلى بايدن لماذا الولايات المتحدة الأمريكية حول أفغانستان وحول العراق لما تدخل لا تبني يعني وهناك دمار شامل فقالها بصريح العبارة قالوا نحن ندخل من أجل المصالح الأمريكية وليس من أجل البناء هذا واضح وصريح يعني اليوم يحبوا يلقنون درس في حرية الإعلام وهما في أول أزمة مع أوكرانيا ما بين روسيا وأوكرانيا منعوا الإعلام الروسي هل أنهم هم يحبوا يلقنون درس في الديمقراطية الشعب التونسي شعب مستقل حر لا يخضعوا لإملاءات هذا جديد عليهم طبعا وهذا ما يحبوهوش أصلا لكن هناك من يرى استراتيجية الرئيس قيس سعيد بأنها أحادية وفردية ولا تشمل كل الأطراف وكل الفئات السياسية إذا قلنا أن الحل بيد التونسيين فقط لكن لا نرى أو لا يرى محلدون أنه تم إدراج كل الأطراف السياسية ومعهم المجتمع المدني شوف المجتمع المدني حاضر حاضر مع الرئيس وحاضر مع الإصلاح المشكلة أن الأحزاب أو بما يسمون أنفسهم أحزاب صراحة إنما هم مافيا مافيا ترتدي ثياب السياسة ناس هؤلاء كيف هم سبب المشكلة سبب عشرية سوداء سبب دمار في تونس أزمة أحنا اليوم نقاسيوا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية هم المتسببين فيها كيفاش الناجم أنا اليوم نجيبهم وقلهم أنتم الحل هذم حتى لا يخجلون لديهم من الوقاحة كبيرة جدا اليوم واحد فيهم يخرج يقول أنا مشيت للسفير الفرنسي ومش نشكل حكومة حكومة معناها موازية فين يحبوا يوصلوا كيفاش يحبوا هم يكونوا على الطاولة وهم من أفسدوا البلاد وعاثوا فيها فسادا أريد أن أقول لك سيدتي أن تونس لا تعيش أزمة مع هؤلاء تونس عندها شوية أزمة اقتصادية والأزمة الاقتصادية ستكون أزمة عالمية لكن ليست لدينا أزمة هم الأزمة ويحبوا يروجوا أنه فم أزمة في تونس أحدث عن الدعم الاقتصادي لتونس الذي تحتاجه البلاد وأيضا هل تتوقع أي تضار مع صندوق النقد الدولي في هذه الاستراتيجية؟ هذا هو السؤال حقيقة لأن تونس في حاجة إلى دعم خارجي تونس في حاجة إلى أن تواصل علاقاتها الاستراتيجية والقديمة التي لها ثوابت مع العالم الخارجي وخاصة مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى ويكفي أن نشير إلى نقطتين أساسيتين أولا تونس في حاجة إلى دعم عسكري متواصل يأتيها من الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة هذا الدعم ينزل إلى مستوى النصف ثانيا تونس في حاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فالولايات المتحدة الأمريكية لها الوزن الأكبر داخل هذا البنك وقال الأمريكيون بشكل واضح المسؤول الأمريكيون بأن دعم تونس مرتبط بتطوير الوضع السياسي كذلك تونس في حاجة إلى أن تواصل علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ولذلك قال الأوروبيون بشكل واضح بأننا نريد أن نلعمكم ولكن على شرط أنكم تواصلوا في التجربة الديمقراطية التي تجربة متعثرة ولا شك ولكنها تحتاج إلى تصليح شكرا فبالتالي تونس هي التي في حاجة إلى العالم الخارجي وليس العكس تماما شكرا جزيلا لك للحديث بقية لكن وقتنا نفد منه سيد صلاح الدين الجورش الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به وأشكرك أيضا دكتور أعتذر منك لذيق الوقت دكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز التوليد دراسات الاستراتيجية والأمنية شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل معلمون مريطانيا يحتجون أمام القصر الرئاسي والحكومة تؤكد مشروعية مطالبهم اشتركوا في القناة